السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال يا رب العالمين كما كتلاحظو في الفيديو جيت باستيلة اه حلوة اه بالدجاج اه واللوز ومكونات اللي كيخليوا هاد البستيلة اه تيجي جد رائعة وكيجي اه معلكة قام معايا هنا اه في طريقة التحضير عندي هنا يا هاد البستيلة يعني اه من حجم كبير وهي عندي جوج دجاجة ونصف اه كبارين وكذلك اه يعني خليت غير فخاد والا وصدر اضفت للزيت كذلك لوج مناعق ونصف كبار من اه سكين جبير كذلك هادي اه نضيف اه الخرقو يعني ملعقة ونصف تعطي اللون وكذلك هو صحيم هادي اش نضيفه شي ملوين اخر اه ناضفت اه الابزار او الفلفلة كحلة وكاية كي يقولها الابزار كي يقولها اه الفلفلة الكحلة هاد نخلطه جيدا هاد المكونات اللي بغى اه يعني في الاول يه يدير يعني العطرية ويشرم الدجاج ويخليه اه يرتاح يخليه اه اه نهنا ما كانش عندي اه وقت هنا اضفت قليل من الملح لان الدجاج دي جا مرقد في الملح وموصول بالحامض والملح ما هادش نكتر يعني الملح اه بكتره لان ما هادش نديره فيها اه الماء هاد يتطبق غير في وسط اه البصلة اه فقط هاد نخلط هاد المكونات هاكا جيدا هاد نخليهم واحد شوية نقول نشعل عليهم اه البوطة وهاد نضيف عليهم اه الباصل اللي قطعتها هاكا قطع صغيرة عندي هنا ايا واحد اه زوج كيلو امتاع اه البصلة الا غطتها كا اه قطع صغيرة هاد نضيف اه عليها واحد زجوج اه عميده امتاع اهową القرفة وكذلك واحد البقاء من المعدنوس انني ما هادش نقطة فيها المعدنوس. كانت هاد البسطيلة النهار انت اه يعني اه تاني اه عيد نصوتها. اه هنا هاد البسطيلة اه هاد الدجاج راني ضفت فيه واحد اه ربعة انت طمارات اللي حيتليهم العلف وضفت اه وضفتهم كذلك ضفت واحدة النجمة اه ما تصور يعني ما تصورش في الفيديو خليتهم هنا اه اه طيب الدجاج كيف شفتو حتى طاب يعني ما زد فيه لا ما لا حتى شي حاجة غير في في البسطيلة فقط. اه اللي بغت في الاول ضيف يعني السكر ضيف انا ما ضفتش السكر كيف شفتوها هو اه طمار بعد ما طاب. انا ما ضفتش السكر في الاول. الدجاج ملي كي تب في السكر كي يجي جد رائع. اه هنا اه اضفتو حلمية ملعقة اه كبيرة من طاع القرفة. ونشوفو الى حصنة نزيدو. كذلك اه ضفت الزبدة يعني من طاع البقرة. اللي عندي زبدة بلدية من الاحسن. كتجي في حنكها جد رائعا عندي هنا زبدة يعني طاع الماجازات كنت طاع البقرة. كيف شفتو هنا عندي اللوز راني حمرتو عندي واحد الكيلو واحد شوية من طاع اللوز. لان هادي ندير يعني واحد الكيمياء او البسطيلة اللي هي اه كبيرة. اشفتو خليت هديك البسطيلة اه حتى تشربت اه مزيان هادك اه الماء اضفت فيها واحد ثلاثة او اربع ملاعق من العسل من نوعية اه جيدة لان هاد البسطيلة ما هاديش نديرها يعني حلوة. ان هادي نديرها العائلة الزوج ديالي ما كيبغيوش اه يعني اه الحاجة بالسكر او الحاجة تكون اه حلوة بزاف. لذلك تجنبت السكر نهائيا. هنا هادي نجيب ندرب اه واحد العشران تاع اه البيضات اللي دربتهم اه يعني بالخلات كهربائي خلطتهم زيان اه اضفت عليهم اه قليل من نكهة اه ماء الزهر وهدي نضيفها على البسطيلة هكا. وانا كنحرك بهذا الطريقة كيف ته اه تدربوا مزيان اه البيض وماء الزهرت اه يعني البسطيلة تحلفوا عليها ما فيهاش نهائيا. هاديك البسطيلة اه ما فيهاش نهائيا اه البيض. هنا هادي نجهد البوطار انا مسرعة هنا شي شوية الفيديو باش هكا ما يجيش اه طويل. وبقيت هكا يا كنحرك اه بسرعة وانا مجهد البوطار باش يعني كامل تتشرب هاديك اه الماء انتع البصلة والبيض. هنا نقصت قبل ما ندير البيض نقص شي شوية انتع البصلة على الدجاج باش يجي معلك. هنا كيف شفته اه اللوز بعد ما طحنته فازدت له هنا يا واحد جوج ملاعق اه كبار من اه العسل اه الحر او العسل من نوعية اه جيدة كذلك زد عليه واحد الملعقة من اه القرفة وكذلك قد نزيد عليه واحد المكون اخر اللي يخلي هاد البسطيلة قد جي الديده دي نزيد عليها نستلي واحد زوج او ثلاثة الممحطة يتخلطنا اه العجين باش ما يجي ناش اعفوا اللوز هكا خلط اللوز باش ما يجي ناش فوق البسطيلة كي يجي اه معلك ويجي الديد هنا يعندي هاد بغا تدير القطينة هنا يكن عندي هاد اللي ساشي هادو متاع اه حالب المركز يعني هنا هاد الحالب مركز يعني رماشي طايب اه اه كي طيب كي يولي اه كراميل على شكل يعني اللوز اللي بعدها فيه اه اللوز كيتكارمل يعني كي يولي شكل كراميل اما من اللي ما كنش يعني طايب رايبقاء حالب مركز كيبقى اللون دياله بيض كذلك هنا يزدت وحده ثلاثة او اربع ملاعق من اه زبدة اه مدبحية لها الحليب نهائيا لان هذا كي يبقى في هذا الحليب كي يعطي اه واحدة ان كانت على الحموضة للبسطيلة وهدي نحركها هكا اه جيدا هاد الخليط نتاع اللوز كي يجي صراحة جد العديد بهاديك اه يعني الحليب المركز هنا اه جبت الورقة انتاع البسطيلة كين هاد الزرقة العادية وكين هادي كتبع في اش اه اشماق كيت هاد الصفرة صراحة هان الصفرة اه كتجي يعني اه حلوة في الخدمة ديالها يعني كت اه مزيانة في الخدمة ما كتيبسش مي الزرقة صراحة ما مزياناش كتيبس ضغية هنا هدي نوركي قوم طريقتي في طلمات انتاع اه انتاع البسطيلة بهاد النوع انتاع هاد اه الورقة يعني ما كنديرهاش انا عشوائية فهاد الورقة هادي كنستفاها بوحدة الطريقة اللي هادي ان شاء الله هتعجبكم كيف هادي اه نديرها يعني واحدة الطريقة اللي هي زوينة انما هاديش ندير الورقة اه يعني اه اه في وسط كيف كيديروا الورقة العادية هادي نبقى يعني نخدم اه من الطرف كندير الورقة اه في الطرف وندهنها اه بالزيت دهنتها هنا غير بالزيت فقط بدون اه زبدة وهدي نحاول كذلك نزيد عليها ورقة اخرى ولكن نخلي اه واحد اه شوية على شكل هلال كذلك نحز الورقة ندير ورقة اخرى ونحزها شوية ونخلي عود على شكل هلال وانا كندور بها الطريقة على اه صنيوة وهدي تشوفوا الطريقة كيف هادي من اللي هادي انكملها كيف كتشوفوا في هاد البسطيلة كندير يعني غير الفخار متاع الدجاج والصدر اه صراحة كي يجي ارى حسن ما كنديروا يعني الدجاجة وافية من اللي كنديروا الدجاجة وافية كتشد لك الوقت كتحييد يدك العظومة كيتفتو هذا اه من اللي كنديروا غير اه نحييدوا غير الصدر فقط والفخات كتجي يعني اه صراحة اه يعني سهلة في الخدمة اه ديالها وانا هادي نبقى على هاد الطريقة وانا كنتني اه هاد اه الورقة فاللي يوصل معنا حتى اه الهونا ما ينساش معنا اه نساش لنا اللايك او البسمة اللي ما يمشتركش في القناة ديالنا يشترك ويبارتاجي القناة ديالنا هكا باش يعني يوصلكم كل اه جديد فضلا وليس امرا وحنا غادين بهاد اه الطريقة وهنا كنزيد يعني في الورقة راهاد الورقة كتجي صراحة انجت مقرمشة وكتجي مورقة صراحة اه يعني مخصش تكون اه الورقة يعني حنقول هاد الورقة ما كتبغيش البسطيلاء او الحشو ويكون فيها نهائي الماء لان الماء كي قطعها انا من اللي اه شحرت هاديك البسطيلاء ودرت فيها اه البيض اه فراني اه درتها فوحد صفاي وخليتها يعني تقطع يعني تقطع الى فيها شي زيت او يعني ماء كيف شوفوا باش هادي نحصل على واحد دائرة بهاد الورقة اه تكون على شكل وردة فهادي نتني الجيهة اللي بديت بيها هادي نتنيها باش هكا هادي نزيد تحت منها لاحظوا في هاد يعني من اللي وصلت الهناية ديك اللي بديت من هادي نطويها على شكل كورني هاكا وانا هادي نزيد يعني باش هادي يجيني شكل نيشان تساوي على شكل زهرة عادوا هادي نولي نحلها شوفوا كيفاش درت لها هادي هي طريقتي اه في طلمات البسطيلاء بهاد الورقة لان هاد الورقة اه صغيرة هنا يمن لي اه كملتها هادي نجيب اه بيض اه بيضة اللي دربته جيدا وهادي نقولي هادوك اه الحواشية او هاديك جواني بتاع هاديك البسطيلاء باش هاكا هادي تقولها وهادي يلسقوا من اللي نطيبوها ما هاديش يعني اه يتنفخوا وتنحل الورقة على اختها كتجي واحد اه شكل عند هاد البسطيلاء يعني اه جد اه رائع هنا هاد البسطيلاء كنت هادي نطيبها على او جه اه ديالها ولكن ما كتابش ان هاد البسطيلاء يطيب على الوجه ديالها ما تطيبش على الوجه اه يعني بحال لك يقلبوا البسطيلاء فهادي ما اخصى اش تنقلب كيف شفتوا هنايا هادي نقلبها معكم باش هدي تشوفوا ان اه يعني اجت بجو الجهات بحال بحال كيف شفتو راها بجو الجهات جت بحال 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 غبين نكونوا هادي نكملوها فتورنا. قصنا نقلب الجهة الاخرى يعني باش هدي يجيونا الجويه متساوين كيف شفتو. اه غير لاحظوا اه الطريقة اللي درت من جيت نكملها. فهدي تجيكم بحال بحال يعني على شكل هكا يا برضا. هنا ايا غير درتها هكا يا يعني قلبتها باش نوريكم على هكا الجيه بحال بحال. هدي نحاول انها ملي كحزتلي شي شوية. دي نحاول انها نكحزها للواسط. وهدي ندير الان واحد الورقة في الواسط. وعاد هدي ندير اه الحوشوة اللي عندي لانه هدا هو الوجه. عادي ندير في الاول اه اللوز. انه هدي نحاول نسرحه يعني اه لكل الجواني باش يجينا هكا اه متساوي. دائما البسطيلة خص اللوز من اللي كطيب اللوز هو اللي يكون الفوق. ومعني والبسطيلة تكون في الواسط والدجاج يكون لتحت. كي اللي كيطيبها هو اللوز لتحت. كي كيكون اللوز لتحت. فالدجاج كي يجي اه ناشف. فمن الاحسان اذا بغيتوا يجيكم دجاج الديد. خص دائما دجاج يكون هو الجهة التحتانية. واللوز. اه يعني البسطيلة كيف شفتوها في الواسطة. شفو اللون انتبارك الله ما شاء الله ما جاية لخضرة لحت اشي حاجة جاية معسلة. اه تقولي نهائيا ما فيهاش اه البيض كيف شفتو شفو البيض نهائيا ما كيبانش. فرا فيها عشران تاع البيضات. فما بينش نهائيا. قولوا ما فيهاش نهائيا البيض كيف دربتوه معا اه الزهر. كيجي جد اه رائع وتجي معلكة. كيف قلتكم اللي كات يعني اه الدجاج هو اللي كيجي لتحت كتهود عليه هديك لدام تاع اللوز وكيهود عليه هدك الحليب المركز كدلك هدك لدام تاع البصلة فكي يعطيل داك الدجاج يزيد يعطيلو واحدة اه اللدة. هنا كيف شفتو اه الدجاج راني فرتتو. هنا كنت قبل ما انا يعني ما نزيد اه البيض على البصل حيت واحد اربع ملاعق. وضفتهم الدجاج اللي كان مفرتت. اه هكا باش يجي اه شوية حلو والديد. لانني هنا يا الدجاج انا طيبته بدون اه السكر طيبته وغيب واحدة الربعان بتاع التمرات. فالدجاج من اللي كي تكون يعني البصلة طيبة اه بالسكر كتجي الديدة. غالي هو خاف ان يطيبها بالسكر يعني ومن اللي كي يكون يشحر البصلة كتبقى تلسقلو. فهنا يا من اللي كي يطيب الدجاج. نقص له شوية غير اللاصوس. نحيدو البصلة. ونضيفو له واحد شوية. في واحد شوية. نتع لاصوس. ونديرو له شي ملاعق نتع السكر. هنا كي يطيبو حدو يعني غير شوية في السكر وكي يجي اه حلو. فهكا تدجنة باش انا مليكا تكونوا تعسلو يعني البصلة تكونوا تشحروها باش هدي تعسلوها. باش ما يعني ما تنحرقش وما تشيط ليكمش. لانا في الاول اللي لك نضيفو مع الدجاج يعني اه سكر. فدائما من اللي كان كونو نشفو البصلة. فالطنجرات بقى اه تلسق لنا. فان الطريقة ديالي من اللي كان بغن دير دجاج حلو. كان نخليه يعني نحيدو من البصلة ونقسلو شوية ذاك الرواة على البصلة او لاصوسة على البصلة. ونضيف له اه السكر هكا باش يطيب اه حلو. نتجنب ان البصلة مت يعني حتى تنشف عاد نضيف لها السكر هكا باش ما تنحرقش. هنا كان عندي اللوز بكترة. فاضفت هكا يا شوية انتع اه اللوز هكا غير باش ان الدجاج من اللي يكون لتحت باش هكا ما ينشفش وكذلك. اه يعني يعطينا هكا واحد الفيلتاج هكا واحد يعني طبقات ويزيد يعطيه واحد لده. اه للدجاج فاضفتو هكا ياكا اضافة في التالي لان هدا هو اه كيف قلتو هدا هو الوجه اه ماشي الوجه اللي يعني الفاسد اللي هدي يكون اه لتحت يعني كي يطيب اه لتحت او لقاعن تاع البسطيلة. الوجه هو اللي دابا راح اه لتحت. فهدي نحاولو اننا نمنطيوها على هاد الشكل. نديرو الورقة هنا ايا. فهدي نبقى ندخل هكا الورقة في الجوانيب باش ما تخرجناش اه الحشوة على برا كيف شفتو البسطيلة راحة اه كبيرة ولكن الورقة كيف شفتو صغيرة وهذا الطريقة هادي اه يعني اه تساعد فهدوك الجوانيب اللي خارجن من يعني الجهة اه نتعلو جه نخليهم حتى الاخر عضل لمطهم فدابا هادي ندير غير هاديك الورقة اللي ندير الفوق ونشكلها هكا يا يعني واحدة واحدة واحدة. ان شاء الله تعجبكم اه طريقتي في اه في طلمات متاع اه البسطيلة. لان احنا يا عندنا غير هاد الورقة او الورقة نتعلفيلو. لذلك اه الورقة الكونجولي. هادي صراحة مليكة تكونجلة اه كتق الطعم ما كتجيش اننا نكونجليو بها بحالة بسيطلات او اه اه القنينطات. فكن نخدمو بها غير اللي يكون هادي نطيبوها يعني اه فخاش. وهديك الورقة الكونجولي كتساعد يعني في الحاجة انك تكونجليها ولكن من اللي كتطب صراحة شي شوية اه القرمشة ديالها كتكون الورقة ديالها شي شوية اه قاسحة. كذلك ورقة الفيلو كتجي شي شبح اللي كتاكل يعني البقلة وماشي اه البسطيلة كتجي شي شا بزاف. فهدي صراحة في المدق كتجي يعني في المدق كتجي اه جد رائعة واش هي غير انها هديك اه اللي كتاخدو هديك الورقة الزرقة راها كتي بصدغية. هادي جربت هادي اول مرة انتع اه سماكيت صراحة هاد الصفرة كتجي اه جد اه رائعة. وصراحة كتخدم زيان فدرتها في الفاصات. وهاديك اللي كانت بقات لي بالزرقة هي اللي مونتت عليها يعني اه التحت نتعها البسطيلة. قدرتها هي الفوق هاك. هادي نحاول ملك ملتاك هادي نبقى السق اه يعني اه نكونيها اه بالبيض انتع اه البيض ودائما نستعينه بالزيت واسمحوا لي الاجات يعني اه هاد يعني هاد الفيديو اه طويل شي شوية هكا باش هدي اه نشرح لكم يعني فقط طريقة انتع اه طلمات انتع هاد البسطيلة لان صراحة هاد الورقة قدتجي اه شي شوية صعيبة اللي ما عندهمش تجريبة واللي موالفين يخدموا بها والابنات اللي رأم كبارات موالفين اه يديروا ليكموند ويخدموا فراها قدتجي اه صراحة الخدمة ديالها معهم ساهلة. فهدي اه نمونتي هادوك الجوانب اللي ابقاوا انا كنستعين اه بالبيض انتع اه البيض. انا رأى كنت واحدة لستانتع اه الصباح وانا كنمونتي في هادا اه البسطيلة هادي. لانا كنا هادي نمشي اه نسافروا. يعني اه اخدتنا الطريقة ثلاثة انتع السوايا. هادي نحاول هكا نمونتيها لاني مونطيتها وديتها حتى لعند الام الزوج ديالي عند الاهل الزوج ديالي عاد وطيبتها اه تم مايا. هنا اه كيف شفتو اه مزيان ادرت له هادوك الجوانب. هكا باش هادي اه تلسق وراها كل شي هادي اه يتكولا. ما هاديش يبقى وهادوك الجوانب هاكك اه طالعين كيف شفتو. فراها هات كولات. انا اجبت هذيك الورقة اللي كانت اه يعني لسق عليها. هذك الكاغت اللي كان لسق لي هذيك الورقة. وهادي نديرها هكاية. فوق منها. ونحاول انني نزير. وهدي ندفع لي هذيك الصينية اللي هذي نديها معي. فاش هذي نطيب فيها نطيبها فيها او هذي نقدمها فيها. فهنايا باش هذي ندير هذوك الكموسات انني باش هذي نضيكوري. فاجبت اه اللوز اللي كان اه يعني مطحون. ودرت له اه الحليب المركز. وقسمت الورقة على اه اثنين هكا كل ورقة قسمتها على اثنين. وهدي نحاول ندير واحد هكاية اه واحد شوية انني نعدله بيد ديها هكاية كيف شفت تلاحظوا في الفيديو. وهدي نكمسها. ونقص يعني نديرها كبخيط اه نتعى الطبخ ننعقدها. ونقصها وتجي على شكل اه كموسة او على شكل وردة. ونحاول نقلعو هذوك الزوائد نتعى الخيط اه بالميقص كدلك هذيك الزوائد نتعى الورقة هكا هذي اه نقصوهم. فهدي تجي على هد اه الشكل كيف تلاحظو. تهو ما هذي ان شاء الله نطيبوهم اه في الفران. جا عندهم واحد المدق اللي هو اه صراحة جد رائع. ما هذك الحليب المحلى. كيف هذي يطيبو. هذي نحيد لهم هذك الخيط. ما هذيش اه يبقاو كده. ذلك لهم كيتحرقش في الفران ذاك الخيط. لانها خصوصي يعني اه للطبخ. كيتباع في المجازات خصوصي للطبخ. وهذي نحيدو. يبقاو محافظة على الشكل ديالهم. وخا هذي نحيدو. ديتشوفو في اللي هذي. ان شاء الله نه ندخلهم للفران. فهو ما عطيتكم ما هذيش نعطيكم حتى توضيح انني من اللي يعني دخلتها الفران ما صورش غير هذي. اه ان شاء الله نتكلم لكم اه على اه طريقة. كيف شفتو هنا هذي نجمعهم كملتهم. وهذي نجمعهم كنت هنا يا بحلو حت سوبرمان. فسا انني باش هذي عاد نمشي للبسو ليداتي. وهذي ان شاء الله كنا ندين قبضو. اه يعني اه الطريق. هنا كان تاني عيد كان الصبح. بكري. وكيف شفتو هنا اه كي هذي نحيد عليها هذا. كيف شفتو اه راحة اه تقولها تكاملة لان هذا هو الوجه اللي كنت هذي نطيبها عليه. فمن اللي مشيت اه تمايا صراحة اه الفران انت ام الزوج ديالي. فكان قالت لي انه كي طيب غير موحد الجيهة. فسخنت لي الفران ولقيت انه من اه شفت الفران يعني درناها كطيب. اه قلبتها على هذيك الوجه خليتها كطيبها كمن اللي قلت لي انه راضي يطيب على واحد الوجه. منشت الفران ديالها لقيته كي طيب بكيلة الوجهين. وما كانت شعار فافر يكلتو لها. وقلت لها كيفاش تديري له. ولكن البسطلة ديالنا كانت تطابت بوحد الوجه. منش علينا لها الوجه. ولت لها شوية هنا يا. يعني اه الحمورية. فكان فات الوقت. فاطيبناها على الوجه ديالها. وماش كي كنت نتمنى كدلك. انسيت ما ديتش معايا. رقائق اللوز باش هذي يعني انزوقها او اندقورها. فهذه البسطلة ديالنا اه جتها كبسيطة درنا عليها العسل والقرفة. والى فيديو اخر ان شاء الله.